مائة وسبعة وخمسون نائبا برلمانيا يمثلون 22 حزبا سياسيا ينتظر أن يلتأم في جلسة افتتاحية هي الأولى لبرلمان الغرفة الواحدة في موريتانيا بعد انتخابات سبتمبر الجري ويتمتع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأغلبية مريحة في البرلمان المرتقب برلمان يأتي بعد تنظيم انتخابات شارك فيها ثمانية وتسعون حزبا سياسيا من أصل مائة وخمسة هي عدد الأحزاب المرخصة من طرف وزارة داخلية كما يأت انتخاب عضاء الجمعية الوطنية بعد أقل من عام على حلول موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها 2019 وينتور أن يتم خلال الجلسة الافتتاحية المرتقبة انتخاب رئيس للبرلمان سيرأس الجلسة أكبر النواب سنا ويساعده خمسة مساعدين هم الأصغر سنا من بين النواب أما أعضاء مكتب الجمعية الوطنية المكونون من خمسة نواب للرئيس كاتبين ومسير ومقرر للميزانية فينتور أن يتم انتخابهم خلال جلسة تحدد في وقت لاحق ولا تتوفر المعارضة في البرلمان القادم على الثلث المعطل رغم مشاركة مختلف أحزابها في الانتخابات الأخيرة بعد أن قاطعت معظم أحزابها انتخابات 2013 البلدية والتشريعية وقد دعا عدد من قادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في تصريحات مختلفة القوى السياسية إلى أن تقبل بصدر رحب صلاحيات دستورية التي قالوا إن البرلمان القادم سيمارسها نيابة عن الأمة الموريتانية باعتباره ممثلا لها واختارته عبر صناديق الاقتراع لتمثيلها وهي إشارة فسرها بعض قيادي طرف المعارض على أنها قد تكون بداية للتمهيد النظري للمامورية الثالثة التي أعلن الرئيس الموريتاني في مناسبات مختلفة أنه لن يترشح لها كما أكد أن الدستورة لن يتم تعديله لأهداف شخصية وذاتية